السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وقرة القدمة المصرية والقضية الفلسطينية الان لا وجود ليه عزل ما بين الرياضة والسياسة بل ان هذه ليست سياسة هي قضية انسانية في المقام الاول بشوفها من وجهة نظري قضية كل انسان حر على سطح هذا الكوكب الحقيقة المجال الرياضي هو اللي بيخلينا نقل لكم ازاي اللعبين بيعبروا عن تفاعلهم مع القضية الفلسطينية لكن لما يكون لعب فلسطيني فهنا بتتوقف كل التعبيرات وبتروح للتعبير الاصدق شفنا مبارح محمود وادي في اللقاء مع الزميل ابراهيم فاي وقد ايه المعاناة اللي بينقلها فقط لغير اللي احنا ما شفنهاش كارثية قد ايه الام ودور الام في حياة محمود وادي ان هي في وقت القصف وانقطاع الكهرباء الدائم بتدور على وقت لو 30 ثانية انها تتطمن على ابنها اللي هو في مكان امن في مصر ربنا ديم علينا الامن والامان يا رب العالمين وتسأله وتقول لنا عارفة ان انت عندك مباراة يا جماعة في حالات انسانية كتير بنشوفها قدام عينينا في فلسطين بتحيي جوانا الانسانية مرة اخرى بعد ما كنا اتلهينا الحقيقة عن الانسانية بشكل كبير جدا محمود وادي اللي طبعا يعني كل الدعم ليه والكل اهله واهلنا في فلسطين ويا رب انصر القضية الفلسطينية يا رب العالمين لان هما دائما وابدا على الحق وعشان كده زي ما قال محمود وادي صاحب الحق عينه قوية واحنا مع صاحب الحق دايما لان دي قضيتنا زي ما انا بقول دايما لكن محمود وادي بيقول حاجة بين الواقع واحمد كوكا احمد حسن كوكا اللعب اللي طلع ببيان بالنسبالي هو الاقوى بين كل اللعبين المحترفين مع كامل تقديرنا طبعا لكل حد بازل موجود وخاصة اللي بدأ يؤيد القضية من بدايتها مش مع الهجة اللي حصلت الاخيرة دي اللي كله بقى بينزل يزبط حضوري يعني خلينا اقول لك كوكا وجه رسالة للعرب ايضا والحكام العرب وهو حالم بالتأكيد ونحن نحلم ايضا قال ايه قال بنصحى كل يوم نروح شغلنا مجبرين عشان اهلنا واولادنا اللي المسئولين عنهم وقلوبنا فيها قلم ووجع على احبابنا واخوتنا في فلسطين في كل ثانية بتمر خبر جديد ابشع من اللي قابله بنتصور ان خلاص مفيش اوحش من كده ممكن يحصل بس ما بنستناش كتير ونلاقي اللي ابشع منه اعتقد ان بعد ما قصفت المحتل المستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء محرم ضربه بالقوانين الدولية عرض الحائط بدأت بعض الناس تستوعب ان ليس لديهم قلب ولا رحمة بدأت تتغير الاراء لان بجد صعب جدا ان يقف شخص في صف كل الشيطانية دي اب بيشيل عياله او اعضاء من عياله في كيس بلاستيك اجسام من غير رؤوس كل الوحشية دي ولسه مفيش حاجة توقفهم لحد اللحظة دي وبرغم قصاوت كل اللي فات ولسه كتير من المجتمع الغربي لا يستنكر اصلا اللي بيحصل خلاص كلام بلغاتهم مالوش لازمة عشان كل حاجة واضحة يعني الراجل قالك حتى الكلام بلغاتهم مبقاش له لازمة ليه احنا بقى هنا كعرب ما نتحدش انتم متخيلين قوة كل دولة عربية انتم متخيلين لو كل الدولة العربية تصدوا لاي عضوان على اي دولة عربية ممكن تكون فيها ابعاد سياسية تانية انا مش فاهمها وممكن كمان يكون تخيولي ده قاصر لكن اللي عرفه ان الاتحاد قوة والقوة والقوي هو اللي بتعمل له حساب لا انت مش تبكيرك قاصر ولا تخيولك قاصر لكن فيه بالتأكيد ابعاد سياسية اخرى فيه موامات فيه تطبيع فيه انبطاح فيه بيع للقضية فيه كل حاجة ممكن تقولها قولها وبالتالي فكرة اتحاد العرب هو مش حلم هو اهلا من الحلم هو لدرجة الخيال الحقيقة وده اللي انا نشدت بيه من الاول هو احنا ليه بنوجه رسالتنا للغرب ما نوجه رسالتنا للعرب لان العرب لو تحركوا الغرب يتحركوا انت معاك ادوات ضغط سايبها انا اسف جدا منبطح تماما الحقيقة دور مصر العظيم في قصة القضية الفلسطينية في حدود صلاحيات والوضع الاقتصادي لمصر والامور السياسية في مصر شيء لا يمكن تخيلوا ان مصر وهي بتعافر من اجل انها تعدي من ازماتها الاقتصادية تكون مع القضية وبلدان اخرى اصلا ما بيحضروش حتى ان هم ييجوا يقولوا كلمتهم او ما بيقولوش كلمتهم او اللي بانا اهم بكتير من ان فكرة نقول الكلمة الحقيقة احمد حسن كوكا انسان نبيل وعشان هو نبيل فقر احلام نبيلة لكن مش تحقق على ارض الواقع للأسف الا لو فعلا جات ناس عندها احساس بالمسئولية تجاه القضية العربية وهي مش قضية مسلم ولا مسيحي ده هي قضية شعب فلسطين العربي اللي المفترض نكون اول ناس قادرين اننا تحرك تحركات قوية توقف الادوان على اسرائيل على فلسطين من قبل اسرائيل ده بالنسبة لأحمد حسن كوكا لكن الحقيقة يعني بشكر جدا كل الناس اللي بتتفاعل مع الممبر ده وبتبعت توصل صوتها ورسالتها من خلال الممبر ده بشكر جدا الناس اللي وثقة في احمد اسامة ان هو قادر ان هو يوصل صوتهم حتى لو من خلال ممبر متواضع زي قناتي على اليوتيوب حقيقة بشكرهم جدا لان الحقيقة جال فيديو انا طبعا مش هقدر انشوره لان الفيديو لو اتنشر هيبقى عليه حقوق والحلقة هتتمسح عادي جدا ودي مش قصتي انا قصتي ان الصوت يوصل الكيان المحتل الصهيوني بيصور فيديوهات وبيتدعي فيها قتل اطفال واللقطات واضحة وتم تسربها ونزلت على وسائل التواصل الاجتماعي وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي زي فيسبوك وزي انستجرام بتحارب بشكل كبير جدا اي حاجة تكشف التضليل الاعلامي الشديد والحقيقة اللي المعتدي او المحتل وصل من القزارة لادنى ادنى درجات القزارة ان هو كمان يجيب اطفال ويصورهم يعني يجيب ناس وقفتهم في المطار وحاسستهم ان هما مرعبين وبعد كده بنشوف القصة انها تمثيلية وانها مصورة من اجل استعطاف المجتمع الغربي وانت هنا بتخاطب الشعوب مش بتكلم عن السياسات ولا الدول الغربية لان هما عارفين كويس اوي انت بتعمل ايه وبيساعدوا على التضليل معاك وبيحربوا اي حد يقول كلمة حق وعادي جدا لكن انت بتخاطب الشعوب بس انا عاوز اقولك ان اكس او تويتر حتى الان هو المنفذ العربي الوحيد الذي يسمح الان بان الصورة توصل كاملة وايضا اليوتيوب من خلال ان انت تعقب وتقول الرأي العربي اللي بيوصل للبعض وبالفعل بدقة الشعوب الغربية تتغير وبدقة الشعوب الغربية وصلها الصورة الحقيقية ولكن ماذا ستفعل الشعوب امام حكومات هي خلاص نحافظة على كمية التضليل ده وبتساهم في ده لان للأسف المتحكمين في الاعلام والمتحكمين في الاقتصاد العالمي هم صهينة ده للاسف لكن احنا بنحاول نوصل الصوت نحذر ان اللقطات دي لازم لازم حد يكون له صوت يخترق الاعلام الغربي ويوضح ان ده ايضا تضليل نروح للنادي الاهلي اللي لا ينفصل ابدا عن القضية الفلسطينية ويمكن اسعار التذاكر نزلت انبارا والبعض من جماهير النادي الاهلي ربما شاف ان اسعار التذاكر دي مبالغ فيها ولكن الحقيقة لما تتكلم عن 75 من 100 صدقني القضية تستحق واعتبر ان انت رايح تتفرج على المباراة وايضا ان انت تدعم القضية وخلي دعم القضية المقام الاول النادي الاهلي بانتظار موافقة من الجهات الامنية بالساعة الكاملة وان شاء الله ممكن وانت بتشوف الحلقة دي تكون الموافقة وصلة النادي الاهلي ويتم الاعلان عن الساعة الكاملة وانا بناشد جماهير النادي الاهلي انا عارف ان الظروف الاقتصادية صعبة جدا ولكن ما نقصى مالهم من صدقة اتمنى ان انت تفكر في المباراة دي بالشكل ده بعيدا عن فكرة كرة القدم وان انت بتقاذر فريقك لا انت بتحاول تساعد القضية الفلسطينية فيما هو مستطاع وايضا ان شاء الله يتوفر عربات اسعاف قبل المباراة بمدة كبيرة وبعد المباراة بمدة كبيرة ويكون فيه تبرع للدم باذن الله وان شاء الله نكون موجودين في المباراة دي من اجل دعم القضية الفلسطينية وتحقيق النادي الاهلي الفوز اللي هيخليه يواجه بنسبة كبيرة جدا فريق سانداونز وهنا فيه فرمان من كولر بعد فوز سانداونز مبارا على بترو اتلتكو اتنين صفر في انجولا كولر رافض تماما الحديث عن مواجهة سانداونز الا بعد اجتياز فريق سنبا التنزاني وده شغل كولر الاحترافي ان هو لازم يجدمن بطاقة التأهل في ايديه الاول وبعد كده يفكر فيه مباراة سانداونز ولكن انا حابب اقول ان معدم تكافؤ الفرص هيخلينا نفكر وهنا لمجلس الادارة النادي الالي ازاي بعيدا عن فكرة كولر ازاي اوفر الطيارة الخاصة تاني يوم مباراة سانبا بالزبط ويكون في جنوب افريقيا لازباب متعلقة ان المباراة العودة لسانداونز مع بيترو اتلتكو هتكون في جنوب افريقيا وبالتالي في افضلية لسانداونز ان هو هيكون منتظر النادي الالي في جنوب افريقيا هتقول لي عم ما فيه مباراة العودة هقولك ده هيرجع مع النادي الالي في مباراة العودة لانك ان شاء الله بعد تخطي عقبة سانبا والصعود هتلعب يوم الاربع يوم الحد ويوم الاربع فانت هتلعب يوم الحد هيرجع معك على الطيارة فما بقاش فيه افضلية ليك عليه في انك تلعب مباراة العودة في انك مرتاح قبلها او ان انت منتظر قبلها لكن هو له افضلية لان هو خلاص لعب ماتش بيترو اتليتكو خارج ملعبه هيلعب العودة على ملعبه وهينتظرك مش هيتسافر في اي مكان انت اللي هيتسافر بعد سنبا التنزاني ان شاء الله لجنوب افريقيا فاتمنى يكون فيه توفير طيارة خاصة تاني يوم مباراة سنبا التنزاني لان ما فيش وقت في عزيق البطولة وكمان بتلعب في جنوب افريقيا فما فيش وقت للاجهاد على الاطلاق ولازم تاخد اجواء جنوب افريقيا بدري بدري لان المباراة بالتأكيد صعبة بس زي ما قلت كلر مش عاوز اي حديث عن سانداونز الا مباراة سنبا التنزاني النهاردة القالي بيعود للتدريبات وان شاء الله عندنا تدريبات حد وبكرة تدريبات اثنين وندخل معسكر وبإذن الله نقدم مباراة جيدة امام سنبا التنزاني والحق النتيجة الايجابية بالفوز والصعود الى الدور نصف النهائي في البطولة المستحدثة نتمنى ان شاء الله منعم يكون جاهز وان كنت حتى النهاردة لو تم يعني التأكيد على جاهزية منعم انا شايف ان انت تكمل برامي ربيع وياسر ابراهيم وايضا تكمل بافشة ومن وجهة نظر يعني لا تدفع بامام عشور ولا محمد عبد المنعم الا لما يعني يزيد عدد التدريبات الجامعية وايضا لاهمية مباراة سانداونز في جنوب افريقيا واهمية الاثنين اللعيبة دول فمنحهم قدر من الراحة افضل في مواجهة سانداونز ان شاء الله مباراة الذهاب ولكن زي ما قلت كلر ما بيفكرش بالطريقة دي كلر كان عنده حمدي فتح واخد انذر وبيلعبه عادي جدا وانت فايز على الترجي برة 3-0 وبيلعبه عادي جدا وكان ممكن يغيب عن المباراة النهائية هو ما صعدش برغم انه فايز برة ملعبه 3-0 فعايز يعني يلعب على انه صعد وهو متعادل 2-2 اعتقد ده صعب جدا على تفكير مرسل كلر طبعا عندنا مباراة الاهلي والزمالك في السوبر اشدنا جدا بحالة الجماهير بحالة اللاعبين سواء اهلي او زمالك ودعمهم للقضية الفلسطينية ولكن دائما وابدا بيطلع لك حد كده يحاول يبوازلك المشهد خاصة ان الحد ده المفترض انه كان لعب سابق في النادي الاهلي احمد اسماعي لاعب النادي الاهلي السابق في كرة السلة الانتقل الى نادي الزمالك بعد انتهى عقده مع النادي الاهلي ولم يتم التجديد والامور انتهت بمنتهى الاحترام المتبادل المفترض بين اللاعب وبين النادي الاهلي راح اللاعب مع نادي الزمالك بطولة السوبر امام النادي الاهلي النادي الاهلي كان متأخر في نتيجة شوط الاول والشوط الفترة الاولى والفترة التانية والفترة التالتة والآهل تقدم فقط لغير في آخر ثلاث دقائق فالطبيعي أن أنت تبقى فاهم كويس أو أن هناك تقصير حصل من نادي الزمالك وهناك رد بفعل قوية وربونتدى قوية من النادي الآهلي حققت البطولة يطلع أحمد إسماعيلي يقول إيه يقول النهاردة كنا باللعب الآهلي والحكام النهاردة كنا نقدر نفوز والمباراة كانت سهلة لو لا المستوى السيء للحكام كنا محتاجين حكام من أوروبا قادرين على إدارة هذه المباراة الحكام كان متحامل على نادي الزمالك ومجامل للنادي الآهلي أولا رسالة للاتحاد المصري لكرة السلة منتظر عقوبة على أحمد إسماعيل من البداية كده عشان ما يحصلش انفلات ويحصل تجاوزات ويبقى عندنا حالة أهلي وحالة زمالك وبعد كده ده يطلع يتكلم عن التحكيم لأن الرجل ده اتهم حضراتكم كاتحادة كرة السلة واتهم التحكيم بالمحباوة المجاملة للنادي الآهلي وده اتهام واضح وصريح وما يبالش تأويل وبالتالي لابد من وقفة من اتحاق قرة السلة أمام تجاوز أحمد إسماعيل ده رقم واحد رقم اتنين على أي أساس كابتن أحمد إسماعيل المباراة سهلة هو حضرتك لسه انفكر نفسك بتلعب بيتيشرت النادي الآهلي أمام نادي الزمالك انت تعرف ان النادي الآهلي مع جزتي بيفوز 15 مباراة التوالي على نادي الزمالك جبت السهولة منين وجبت سكتك في الفوز منين وروحت لسكة التحكيم ده رقم اتنين رقم تلاتة هو حضرتك ما كنت شايف كويس قوي وانت متواجد فيه فريق النادي الآهلي ازاي النادي الآهلي بيقدر يحقق بطولات واكتسح كل البطولات هل فجأة كده تذكرت ان الاهلي ممكن يتم مساعدته من خلال التحكيم في المباراة انت كنت اصلا متسايد فيها ثلاث فترات والشوت الرابع او الفترة الرابعة هو اللي النادي الآهلي عاد فيها اعتقد تصريحات غير مسؤولة من لعب المفترض ان هو مسؤول عن تصريحاته واتمنى مش هطالب بقى اتحاد كرة السلة فقط لغير هتمنى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اللي طلع وقال هنلم الشامل في نادي الزمالك ولكن قال نقطة مهمة جدا لا مجال للتجاوزات اتمنى يكون لا مجال للتجاوزات مش المقصول بيها التجاوزات المختلفين مع حسين لبيب من اعضاء نادي الزمالك او ممن فقدوا يعني مكان فيه عضوية مجلس دارة نادي الزمالك اللي كانوا مرشحين عليه في الانتخابات المضايا اتمنى ايضا مع اللاعبين اللي بتجاوزوا في حق الاخرين ومنهم النادي الآهلي خاصة خاصة وان النادي الآهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود الخطيب انا عارف ان بعض جماهير النادي الآهلي من خطاب او رسالة التهنئة لمجلس دارة نادي الزمالك يا جماعة هو الكابتن محمود الخطيب كده هو عنده الحتة بتاعت التسامح دي هو شايف ان احنا بندق صفحة جديدة هو شايف ان فيه مشكلة كانت ما بين الادي والزمالك كان سببها التجاوزات والتطاول والاساءة وقلة الادب اللي خرجت من رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور وعاوز يبادر بصفحة جديدة للرياضة المصرية لان دي اخلاقيات الكابتن محمود الخطيب لو تتذكروا مباراة الاهلي والزمالك الشهيرة لما كان الجامهير الزمالك بتسب الكابتن محمود الخطيب وجامهير الاهلي تسب او تتجاوز الكابتن حسن شحاته كانت المبادرة من الكابتن محمود الخطيب انه راح ايدي الكابتن حسن شحاته وراح به لجامهير النادي الاهلي قبل المباراة ثم راح كابتن حسن شحاته واخد ايدي الكابتن محمود الخطيب وراح بيه الجماهير نادي الزمالك قبل المرة فالرجل هو دي طبيعته ولكن طبيعته دي ممكن تكون في الوقت الحالي على بعض التحافظات من بعض الجماهير ليه ليه لان نفس الكابتن حسان لبيب ده وهو رئيس لجنة مؤقتة بتدير نادي الزمالك طلع أساء في بيان رسمي ولم يعتذر عنه حتى الآن والحقيقة هو الكابتن محمول خطيب رمى الحجة خلاص ورمى الكرة في ملعب نادي الزمالك فبالتالي المفترض اي تجاوز من وجهة نظري مرة اخرى في خطبات او في بيانات من الكابتن حسين لبيب وللامانة هو متوقع انا بقول لكم هو متوقع لابد ان يكون بقى رد قوي جدا من مجلس ادارة النادي الاهلي لان انت خلاص يعني بطلت له حاجة جوة انا واحد من الناس انا كنت محتاج ان النادي الزمالك يقدم اعتذار وحسين لبيب يقدم اعتذار على بيان السوقة والعوام وانصف المسئولين مش النادي الاهلي ابدا اللي يتقال على مجلس ادارته انصف مسئولين ولا جمهوري النادي الاهلي يتقال عليهم سوقة وعوام لان الحقيقة اللي بيحصل ده كان بيحصل في نادي الزمالك ولكن قرار من مجلس ادارة النادي الاهلي ببدء صفحة جديدة وفترة رياضية جديدة مع نادي الزمالك يكون فيها الاحترام والسائد النادي الاهلي كده من وجهة نظري اعمال اللي عليه والزيادة انا بالنسبة لي كنت اتمنى اعتذار حسين لبيب وما زلت منتظر حسين لبيب لان انا مش قادر الحقيقة اتجاوز ولنسى البيان اللي خرج من لجنة حسين لبيب بتسيق لمجلس ادارة النادي الاهلي وتسيق لجمهير النادي الاهلي دون صدور اي اعتذار من مجلس حسين لبيب ده وجهة نظري ولكن هذه وجهة نظر مجلس ادارة النادي الاهلي اللي خاد على اعتقه انه هو يعيد الروح الرياضية للمجتمع الرياضي لانه كبير القرى الرياضية ولكن في نفس الوقت الرياضة المصرية ولكن في نفس الوقت كبير الرياضة المصرية لابد من تقديره من الاخرين من جهات ومسؤولين اتمنى تكون الرسالة وصلت واتمنى الكابتن حسين لبيب ان لا يحرج مجلس ادارة النادي الاهلي امام جمهيره وان لا يجعل مجلس ادارة النادي الاهلي امام جمهيره يندم على المبادرة بخلق اجواء رياضية صحية محترمة بين الفريقين بعد الخرقات اللي تمت من جانب نادي الزمالك ومجالس متعقبة من نادي الزمالك تجاه مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمول خطيب اسف لطالة اشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهل فوق الجميع سلام